انخراط الحوثيين في السلام وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن خلاصة حراك دولي مكثف تقدو واشنطن هذه المرة عن طريق مبعوثي خاص إلى اليمن تيم ليندركين تحرك تزامن مع تصريح للخارجية الأمريكية حذرت فيه الحوثيين بالتوقف عن احتجاز مستقبل البلاد مؤكدة في الوقت ذاته أن لا سلام في اليمن دون انخراطهم في محادثاته بشكل مباشر الخارجية ذكرت أن مبعوثها التقى في العاصمة السعودية الرياض مسؤولين يمنيين وسعوديين في إطار مساعيها لإنهاء النزاع والإيقاف الفوري للتصعيد العسكري تمهيدا للدخول في عملية سياسية شاملة دعوات سلام قابلتها الميليشيات بفتح خط النار ضد القوات الحكومية شمالا كما هو حال التصعيد جنوبا بعد تهديد ميليشيا الانتقالي ومن خلفها الإمارات نواب الشعب حال عقد جلساتهم في وادي حضرموت أما عن تداعية الحرب الاقتصادية فقد حذرت تقارير دولية من ارتفاع مستويات عدام الأمن الغذائي الحاد في أكثر من 23 دولة تتقدمها اليمن وهما يهدد بكارثة إنسانية كبيرة خصوصا في ظل منع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين انهيار اقتصادي وتحذيرات دولية متكررة من كارثة إنسانية وحرب مستمرة تقودها الميليشيات وداعمها للعام السابع على اليمن فهل ينجح الحراك الدولي في إحداث تقدم باتجاه السلام؟ ترجمة نانسي قنقر